أكبر أن احظف الفيديوهات التي تم تنزلها على اليوتيوب سي permanence في الوضع حلقاتنا اليوم السلام عليكم اليوم في القناة عرب ياسمن عشور اليوم بهذا السؤال السؤال مع حلقات الفيديوهات التي تم تنزلها على اليوتيوب يتعلي الوفيديوهات الوضع الفيديوهات دي. يا ريت بقى قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعملي لايك الفيديو ده. ولو ما تشوف قناتي تعمل الاشتراك في القناة. ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك. يلا بينا نروح مع بعض كده على اليوتيوب. ياريت ما تنسيش صلى على نبي الكومنتات عليها افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نروح مع بعض على اليوتيوب بالشكل ده. من هنا كل اللي علي ان انا بضغط على صورة الحساب. بضغط عليها بالشكل ده. او صورة القناة. كل اللي علي بروح على علامة الترس الاعلى. بضغط عليها. لما بتضغط عليها بيجي لك الاعدادات. ولو نزلنا كده منلاقي حاجة اسمها المحتوى الذي تم تنزيله وانا بضغط عليه. من هنا طبعا مساحة التخزين المتوفرة. زي ما انتم شايفين كده مساحة التخزين المتوفرة عندي ممكن تكون هي عندك كاملة لانك نزلت فيديوهات كتير. عندك هنا طبعا ما نزلتش غير ممكن تلاتة اربعة فيديوهات. هنا حسف كل المحتوى الذي نزلته وبضغط عليه. هنا هل تريد حسف كل الفيديوهات وقام التشغيل المتوفرة بلا انترنت. الحاجات بتشتغل. ولو مش موجود فيه الموبايل انترنت ما فيش مشكلة. ببدأ ان انا اعمل حسف. ومن هنا وضغطنا كده وطبعا هنا زيرو ميجا بايت مستخدمة. خلاص دلوقتي انا حزفت جاري حسف الفيديوهات التي تم تنزيلها. وبكده انت بتحزف الفيديوهات اللي انت بتنزيلها على اليوتيوب وبس كده. عندك اي سؤال اوصف صار اكتب ليه في التعلاقات انا برض على كل التعلاقات اشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.